موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ باركم إن شاء الله طيبين يقولون أكثر الشعراء وأجزل الشعراء هم من العراق الظروف اللي موجودة بهذا البلد تخلي البلد شاعر فبالتالي عدد الشعراء كل شهواي اللي تعرفهم الناس يعني يمكن يتجاوزون أصابع اليد الواحدة أو اليدين لكن ما خفية كان أعظم السبب وين السبب أنه يعني أي برنامج شعري ما يقدر يحصى عدد الشعراء فإحنا اليوم جاي بيكم واحد على قولته هنه مضموم شايفيني شون شاعر جزل وبنفس الوقت إلى رأي داخل النص من الممكن اللي يعني متعمقين بالشعر والقصيدة رح يعرفوه و جمهور العالم يمكن ما رح يعرفوه بس اليوم رح نعرفكم عليه عن قرب رحبوه إياي بالحبيب حسين العبادي حياك الله و الأكبر تحية حوب إليك و كل المشاهدين يا رب نقدم حلقة تليق بأذواكم شكرا إليك على هذه المقدمة أتمنى أستحقها الله عزك وبعلي أنت إن شاء الله تستحق الأكثر الله يسلم برأيك ما أولنا بموضوع هو من وجهة نظرك أنا من وجهة نظري طايته للسيد المشاهد لما وجهة نظرك ممكن أن البرامج تحصي شعراء العراق المتواجدين مستحيل مهما كان عدد هالبرامج قياساً بعدد الشعراء ما تغطي حتى 10% يعني إذا بدأ موسم البرنامج و انتهي و ما ممكن أن نغطي 10% اليوم عجلة الشعر الشعبي العراقي تصير نحو الأمام نحو الأمام بتقدم بانتظام هو بل أكبر نوع عما هذا الجواب من تفاؤلي له حقيقي لا أكيد حقيقي أكيد بس النقطة التي أشرت لها حضرتك الانتظام هو يعني اللي يشاع أموم الشاعر و عشوائل لا لا أقصد الاتجاه أكيد الاتجاه بتقدم بانتظام بتقدم و مع لازمة التطور جيد تطور الوقت يعني هسا على مستوى حسين العبادي تغيرت قصيدة من قبل خمس سنين لليوم أكيد من يوم تبديت تكتب شعر أنت؟ أنا يعني امتماء الرسمي نهاية 2011 جيد نعم شنو تأثير المحافظة عليك؟ المحافظة يعني محافظتك؟ رموزها؟ لا محافظتك إذا أنت كمواطن شنو تتمنى تكون منها محافظة؟ إذا كنت ممن البصرة سأتمنى أكون من البصرة أنه أبو الأكبر البصرة يعني ليس لعنان من البصرة أسأل أي عراقي عن الشجاع يقول لك البصرة عن الكرم يقول لك البصرة عن الرموز سأقول لك السياء و سأقول لك كاظم الحجاج سأقول لك فلان 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 فالبصرة كبيرة كبيرة و معطاء بكل مجالاتها أنت برأيك ممثل جيد عن البصرة اليوم؟ هسا بهذه الحلقة؟ أتمنى أتمنى وأنت إن شاء الله ممثل جيد و جيد جدا شلون وضعك بسرعة عامة؟ والله أبو الأكبر يوم وراء يوم نقول إن شاء الله جيد إن شاء الله أفضل إن شاء الله أفضل لكن للأسف نفس الوضع إذا مو أسوأ أها و افترت الساعة و هم جليل و إجت نفس الأفكار تطرد النوم القلق و الخوف و تتوقع يصير تظل مثل الطيور براسك تحوم الله و تتأمل بباشر أفضل يكون و يجي باشر بعد أسوأ من اليوم و الأمل بالله سبحانه وتعالى إن شاء الله تسوي هذه نظرة شاومية و واقعية صراحة توقع صراحة و واقعية أنا ما أريد أن أخذ حوارك نعم أريد أن أسمع قصيدة كل شي انتهى و جريت روحي بسكته و قلت الجرح و الشوق كل شي بوقته الله و ندري راح أشتاق لك و أتمناك بس قلبي دستح شايته و عانته و هالمرة قل لك روح لو روحي يصير شن تسمع بنجم الظهر بس شفته الله الله هالمرة قل لك روح لو روحي يصير شن تسمع بنجم الظهر بس شفته خلينا ردة اشتمها و تشم الناس مخنوق شن تتنفسك بس انته يا فشلة عيوني اللي عشت بيهن طيف أدري يتشذب و الخاطرك صدكته الله و الخاطرك بعت الضوة على العميان و الغير شفتك ما يوجحك بعته الله و الما يصير الخاطرك كان يصير بس يا تارف منك شنو الحصد ما ظل مكانب قلبي ما شالج روحي ما ظل مكانب روحي ما شقكته سر الحياة الماي مول الغرقان الله سر الحياة الماي مول الغرقان هذا الحشي المفروض بطف وقته الله الله سر الحياة الماي مول الغرقان هذا الحشي المفروض بطف وقته هيش انا احبك حيل بس وقتك راح اللي يحشي ويأذنت بطر سالفت مالله سحي و انا بترتها بسرعة سالفت وياك هيش انا احبك حيل بس وقتك راح اللي يحشي ويأذنت بطر سالفت الله و انا بترتها بسرعة سالفت وياك و على الجنازة شبيدي غير الزت عشتك حلم بس افتح عيوني تموت وفكيت عيني ومات حلمي العشته خلك بعيد أدري الحطى برزق النار بس من تظل بعيد ترتاح انته سلامتكم شوفوا ابا علي البيت الأخير شون يقول خلك بعيد أدري الحطى برزق النار بس من تظل بعيد ترتاح انته الله في بعض الأحيان أنه إحنا نتحمل الوجع ما للفراق والامتعاد بس في سبيل المقابل لا يتعلم في سبيل راحت المقابل شوف نفس هاي الفلسفة في بعض الأحيان أنت عندك قفص وتخلي به طير عصفور تخلي به أنت مو الغايبا عنده السجن الحفاظ عليه الغايبا عنده الحفاظ عليه من الممكن تحافظ على نوعيته ومن الممكن تحافظ عليه من الموت من البيئة الخارجية من الظروف الخارجية هذا يقول مرات السجن بتحفظ المسجون يا سلام موهي شي جدا صح هاي المشاعر اللي تكتب بالقصيدة هي من وحي الخيال أو واقعية بقصيدتي أنا حاليا هاي القصيدة اللي سمعناها هاي من وحي الخيال من وحي الخيال جيد وليكبر أنا من الشعراء اللي تقريبا تسعين بالمئة من كتاباتي يا أما من وحي الخيال يا أما أشياء مر بيها غيري ها لأن أنا مؤمن بقضية أو مقولة أنه الشاعر لسان الناس طبعا 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 هو شما تكون يعني أنه أنت تسالف بغيرك بمصداقية عالية توصل للقصيدة حتى من تسالف عن حالتك بطريقة فنية لطيفة وبمصداقية عالية توصل الناس عموما يقولون ما يخرج من القلب يدخل إلى القلب يدخل إلى القلب يعني نقطر السطر خلاص أكو فشغلة أنا يعني يمكن سأله مرتين هذا السؤال ثلاثة أريد أن أسألك سؤال الشاعر اليوم يحتاج إلى أكسسوارات أكيد يحتاج كقصيدة بالقصيدة هو الشاعر نفسه بالقصيدة أكيد يعني يحتاج مثلا إلقاءها تسويقها جيد والشاعر 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 كشاعر أي أكيد يحتاج يعني طريقة تعامل والناس ملبسة هندامة لطيف نوقف على هذه النقطات أنا اليوم كل شيء عجبني هذا اللبس في دور عليك بالله الكريم لا أنا أقول لك أنا داخل يمك خاسر وعصنا لا الحلقة أول أكبر أنت شوف أنت هزل لسان حالك تدريش يقول يقول أنا أول والوراي الرابع يصير لا لا ثالث لا أرجوك لا لا غوي لا أنا أعود بالله أنا يعني يعني شو أستهي من المديح خليني أسولف لك بعلي أكون موضوع كل شخص لازم حتى يكون ناجح يتبع يتأثر بشخصية من ظنه أنه هي عظيمة صح جيد صح أنت مريت بهذا الموضوع تأثرت بشخص والله أنا أبو الأكبر كلش أحب وأحترم الشخص اللي يتخذ من أبوه قدوة بحياته الله و أنا من هاي الناس أبوك قدوة حياتك وأكو خصوصا أكو جزئية أو تفصيلة بأبوي مو بس متأثر بها حابه وهي علاقته بالوالدة لطيف يا أخي طيور حب الله شايف أنا غرفتي فوق نقعد الصباح سمحهم يسولفون جوا راحة نفسية و بوجه أبوي أنرسم كل تعب السنين و لو حتش و يمي أشوفه بوجه شاب يا بالله صحيح من يعاملها بلطافة و باحترام تحسها بعد صغيرة أول مرة هذا الله هاي الرومانسية و الترافة تحسها بعد صغيرة الله يحفظ الحجية و الحجة و شابه الله يحفظك و سلام بإحترام و لهم الله يسلم بالله الكريم شايف هذا مرة تشتاق الشخص و ما عندك وسيلة ميه مرة وسيلتك الصفنة ميه علاج و كأنما علاج صح و مرة يا أخي ها هذا الهول بالدنيا كله إ ثاني ما結果 فيك تحسروحك و أختني مأسة خشمك إي والله اشتاقيت 행복ِ stopped الله بدأ صنت track راحت الدنيا لو شاrespectته هنا راحت راحت كملة حياتها الزوجت و المفردة تحتيها بغصة ما تطلع أنت ما مقتنع بالموضوع مصدوم البارحة الوحدية وما قل لك الوحدة شمرت عليلي نقابل رماد الصور يشكيلي من البرد ومن الجفة شكيلي الله يالله البارحة الوحدة وبس ذكرياتك دفو وياك كل المضى قدام عيني اجوا وعشت بتفاصيل الله وما أعرف الوحدك لوحظ غير يدف وتفصل على متونك أنا اللي أعرفه قبل تذكروا بصوتي لحد ما يغفن عيونك راحت راحت توجه لهم رسالة هم يغسهم يقول لهم شيء يا أخي أتذكر مشهد بالأكبر مسلسل قديم يعني فنانة عراقية لا أتذكر منه لأن المسلسل والمشهد بالأهوار ايه يعني أختها أو صديقتها قافتها صافنة قلت لها كرهتي فجاوبتها قلت لها عمري اللي أحب ما راح يكره ما راح يعرف يكره فأنت شايد قلهم غير أحبكم الله إذا كانت مصداقية مو تمثيل معرف شا قوله أبو علي أنا اللمانة هيش مفردة جنوبية ديقول قلبر هيف كاغد وجاسل ما يقلوه شوفوا أبو علي هذا هاي ما لاحبكم يقول يقول السالفة التحش أربعينك هاي شذبة ماكو مثلك يا أخي هي مو شغلت مزاجيات تعرف لمشكو بالدنيا جوري ما أبدلك هالسعوف أحلامنا ما الهقيمة الخاطر مو مش قدعت لك الله الكثرة الشيب بلحيتي اتدمرتني الما موقفتني على حيل الها الها رجع لك كنا شوفك حتى شك زيج على طولة حتى قلك مو منو يسواك عدي يا هو عدي سوضلك يا علي أنا ما شبعان منك حتى ملك أدري بال ماكو ضحك سبتها انت هي بالله وأدري بالماكو أدري بالماكو ضحك سبتها انت وأدري لو أعدلي وجعا روح عزلك دورت كل الدروب اللي بيها ماشي وأي أثر ما حصلت لك يا أخي قاعفل البيبان كل هاي عاد فك باب الطيوف ونام أمر لك الله أنا ما شبعان منك حتى ملك اي بالله يا أخي مراتك وبنادم والأكبر ذن الصدقيات اي اكو انسان يروح من حياتك يا أخي يستاهل تقلم مو وقتك والله أنا ما شبعان منك يشلع وصله من روحك اي بلش الموضوع يدخل بالشجم اي صح خلينا ناخد قصيدة وبعدنا بهذه الدائرة ما لهذه الجو حيل مشتاق الوصلكم وحيل محتام اردشمكم اردرج عسنيني حتى ارجع طفلكم الله ومنيتا رجع سنيني حتى ارجع طفلكم أنا لو ما شوككم ياه السمع بالسلف وني الله وأنا لو معيونكم شي جيس روحي وليش أغني أنا لو ما شوككم ياه السمع بالسلف وني وأنا لو معيونكم شي جيس روحي وليش أغني يا جفوف العافية يحبكم خباري شلونة ملكم وانتو شمس وجوهكم رسمة سماري الله فتشت عمري ولقيت جفوفكم حلقة وصل بسنين عمري ودورت روحي ولقيت عيونكم مفتاح صدري يا البعيدين ايش كثر بي النشت بس الله يدري اذكرتكم البعيدين ايش كثر بي النشت بس الله يدري اذكرتكم وبجداي القلب وسير نبع طاريكم زلال ودورتكم ما لقيت لكم أثر غير المحنة وهمت ليام الدلال ومن نمت من نمت حتى التقيكم راودتني طيوف وادم غيركم اوخ ساوموني رغبوني الشمس خلوها بيمنتي وخلوا القمرة بيسرتي وماردت بس خيركم انا ما محتاج وادم غيركم سلامة لكم لا نعيدها 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 نرحم ومن نمت حتى التقيكم راودتني طيوف وادم غيركم ساوموني رغبوني الشمس خلوها بيمنتي وخلوا القمرة بيسرتي وماردت بس خيركم انا ما محتاج وادم غيركم انا ما محتاج وادم غيركم يا اخي صديق ابو علي ناخد فاصل ناخد فاصل مشاهدين الاكارم فاصل ونعود اليكم انا ما محتاج وعدت ثم كان يحصل لك رغبوني بس أرد ودعا بس أرد بس أرد مشاهدين الاكارم عندنا وياكم في البارد الثاني من حلقه هذا اليوم مع الحبيب حسين العبادي هلا أبو الأكبر أبو علي شونك؟ يا بعد روح شن أخبارك؟ نعم حيا الله أبو علي حياك الله أبو الأكبر الله يعزك بلوح شلون جوي الشعر اليوم بالبصرة؟ بازدهار مستمر شنو اللي يعني ممكن احنا متفقين على أنه الكمال لله نعم صح؟ لكن شنو بتشخيصك؟ شنو اللي ينقص الشائر الشعبي اليوم؟ على المستوى الشخصي مستوى الشخصي؟ ايه فأكو تفاوت يعني من شخص لآخر طبعا أقصد بصورة عامة؟ يعني كموهبة؟ يعني أقصد أنه شنو يحتاج له حتى أكثر ارتقاء يكون عنده؟ بوجهة نظري أبو الأكبر أن يكتب باللغة البيضة اللغة البيضة؟ أن يطلع من لغة بيئته لأن اليوم أبو البصرة ما راح يقرأ قصيدته بالبصرة على المنصة وتبقى ويسمعوها القاعدين بس لا المفروض يفهمها بره أبو المنصة وبوديالة ممكن حتى خارج الحدود؟ أكيد أكيد وصدرت قصائد وشعراء وجنابك أكيد مثلت العراق خير تمثيل الله يعزك الله يسلمك فاللغة البيضة مهمة وبالأكبر جيد برأيك الأكاديمية مهمة؟ الضيف للشاعر إذا كان أكاديمي يعني يدرس أو كده؟ هو المفروض أكو مكس بالموضوع أنت تدرس مو؟ أنا أدرس أنا طالب هندسة مرهلة ثالثة هاي من بعد انقطاعي الله كملت الجراف؟ نعم ماذا كان الدافع؟ من هو زرع عندك هذه البذرة؟ والله القريبين مني يعني شايف واحد مني يحفزك يقول لك أنت تقدر أنت تقدر وتشوف روحك فعلا أنت تقدر لماذا لا تستغل هذه الفرصة؟ أين الداوم؟ أنا أداوم بغداد بس سبول أكبر دوامي قليل باعتبار المسافة بعيدة؟ لا ها؟ أنا معذور في جامعتي أداوم بالشهر مرة لماذا؟ وإذا شفتك أشعر بروحي ما قاوم الله يساعد اللي مقابلة يومية ويدوم اوه صحيح؟ اوه 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 يا أخي يقول تهنئك وبنادم نشوفه تتبريد كلك تتبريد رجليك؟ يا أخي وعلي هو أنت عموما يقولون يقولون هذا الشاعر يباوع يعني بنظرة مختلفة عن الباقية صح؟ صح أنت تحب الجمال بكل نوعها؟ أكيد يعني شنو مثلا من الجمال اللي تحبه؟ بالأكبر الجمال أكو جمال موقف الله هذا الجمال بيلده هذا مو جمال بصري هذا تحسه مرات موقف إنه بالأكبر تحسه جميلة مرات بصورة مرات بيت شعر وقفو إياك؟ أكو ناس؟ أكيد هواي من تقارنهم؟ الوقفو والخذ لو؟ 90% صح شنوقفو؟ وقفو أكيد والعشرة بالمئة؟ أشوف العشرة بالمئة نخليها احتياط ها هوا ماكو؟ لأن البشر خطاء طبعا فتخلي هذه العشرة احتياط برأيك أنت تستاهل لهم طيبين؟ اثنين هن صراحة اثنين هن اتفقن؟ ايه لأن أبو الأكبر أمير الممين سلام الله عليه يقول إذا شككت بمودة أحد فاسأل قلبك نعم إذا شككت بمحبة غيرك فاسأل قلبك فعلى اعتباري أحبهم أنا ربع كلا أحبهم أنا لا أصالف عن الربع أنا أصالف عن المحيط نعم المحيط بس يا ولي هذا الذي تحبه و أخذ لك يا علي والله الثقة بالآخرين تصبح صفر 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 تصبح جدا وخصوصا من الآن شايف شايف هذا يقول 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 كون مقصر أستغل الصالح شايف أنا ما نخسر عموما بكل الأحوال أنت تنخسر ولو تخسر والله أبو الأكبر بكل تواضع قياسا باللي قدمت للمقابل نخسر خسرتيني وأنا البيدة تشنت نعمة إذا مني الهوض غارين ما شم أخذيه لك بشر لو رتت تتحمرين قبل يطيك من دم وليك إيه اللي هنا وعاصل الموضوع مكاتل الوحش عابر الله هذا المبالغة اللطيفة مرات أنا لا أصدق أنطيك من دمي لكن ممكن فهو يفعل أشياء لا مستعد أكثر مستعد أكثر ماذا دمي ماذا دمي ماذا دمي ماذا قيمة دمي رأيه هو يقولون ما أكو شيء اسمه حب أكو شيء اسمه كعويد أصالف لك وجهة نظري أو أنت صالف وجهة نظري نعم أنا وجهة نظري أقول هذا اللي يقول هاي المقولة أوكي متعرض الخذلان ايه متعرض الخذلان ايه ايه فعلا لا أشعر ما أكو حب السبو لك الله هو لو قاعد الصبح ولقى رسالة شايف صباح الخير ما هو التعويد التعويد درجة من درجات الحب التعويد لا ممكن أنه أنت بسبب الظروف المحيطة خلتك خلتنا أنا يكسون داوم في مكان قاعدين في مكان معين واحد يحب ذلك بس أكوناسك واحد يحب الثاني وهما بعاد أول أكبر التعويد يعالج بقضية يعالج بالترويض مثلا يعني أنا متعود أشوفه بالأكبر متعود أشوفه متعود إذا فقدته أروض نفسي بلاياه أي بس إذا أحبه لا يا أخي هو المشكلة وين؟ المشكلة شايف بس شوف الفلسف هوين؟ الفلسفة مرات اللي تحبه رغم بعد المسافة بس هو تحس عايش وياك يا أخي بروحك وأكو ناس عايشين وياك وتحسهم ببعد مهمك بعيدين عليك مهمك أهلنا يقولون يقولون البعد ببعد القلوب مو بعد المسافات طبعا شايف قلت لك أنا لما أنت الصبح وتجي لك رسالة صباح الخير من شخص أنت تنتظر من عنده يا أخي يصير يومك وردي لا والله يقول صباح الخير صباح الخير هاي هاي العادية صباح الخير لما أنت جي من المقصود تحس بالخير مدري منين يتخلى بالله 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 يصير يومك مدري شيني عالمي عايش هذا الشعور الموت على وقته ها هو علي طربنا 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 حاضر لما انبقيت الوحد بأول ليالي الفرقة شنهول أيام القبر والخنقة نفس الخنقة مهموم بس ما بينت حد ما كلتني الحرقة يلحاس بك روحي وخنت ما سامع ابن آدم قبل من روحي ياخذ حقك الله ولياكل بروحي وصعب بريش طقات الغرب نعم بس اللي بقلبك يختلف توجع مني ذا طق الله 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 آه يلمشانك بالقلب ما بي يندقه ودقه آه 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 يلمشانك بالقلب ما بي يندقه ودقه ويا يبد ما قصرت اشتاقلك تزعل شنت مدر انت من يا ملة قليتني تحسر لو انصادفني خله وخله وسويتني المالة دول ما طايحيلة بعله اللي يسألني عن حالي جنت ما عندي غير دموعي الله ياه البقب كل السلف ما صالف بموضوعي الله آه مو عشرة كان داخل حرب رديت من كل صوب أصب خايبوا لك عندي قلب مو عشرة مو عشرة كان داخل حرب رديت من كل صوب أصب خايبوا لك عندي قلب مو صخرة بين ضلوعي الله يلا المهم خليك تصر وأبدأ نسحب وأبدأ نسيب صاير لسولف لك عمر والما وصل طول العمر ما ظلنا يصل هسا سلامتك ولك الله الله يسمى ايه مشكلة هذا اللي ما يسمع مشكلة مو؟ ايه نسؤل فين الروح نحن موضوعات أقول لك ابو علي سؤال من أثمن الأشياء اللي نخذر منك شنو هي؟ من أثمن الأشياء؟ أنا ما أنطي أشيائي أشيائي ما أنطيها أحافظ عليه لو بيها موتي أي مرات أكو بخل من نوع آخر؟ طبعاً أناني بأشياء خاصة صدق والله؟ أحبك يا سبب نوحي يا مدليني بجروحي يا آخر فجقة بالشاجور يلضميتك الروحي أوه يا آخر فجقة بالشاجور يلضميتك الروحي ايه؟ لو تكتلني أنا أريدك شو؟ أقول لك يعني الشعراء هم هيتش يعني حياتهم وردية له هم هيتش وردية بصراحة يعني أستاذ الخيال ممتع يا أخي وان الوردية بالموضوع لا رهيف رهيف هم صدق لو يخلقوها لا أكبر الشاعر يشوف الأشياء بطريقة مختلفة يعني يحسها يعني لفل الإحساس عندها أعلى خياله خصب فيشوف الأشياء وليس مثل ما يشوفها غيرها يختلف وضع يعني الأشياء الممتعة تكون ممتعة أكثر عند الشاعر لكن في نفس الوقت المؤلمة لا تأذيه تأذيه أكثر ما تأذيه غيرها لا يكون مفارقة أبو علي مواليد أنا تسعين مواليد تسعين مم يعني ما نقول شاب لا تشبير لا طفل يم تكون هنا ويم تكون هنا ويم تكون هنا يا أخي ألذ شعور بالعلاقة عندما تكون طفل بين يدين التحبة بس المفارقة يكون هو يعرف يتعامله يا هذا الطفل مو يبدأ شيء دامانا بيدك طفل رتبني بيدك عدل واختار للواني فرصة أنا بس لو رح تباشر بعد من ترد ما رح تلقاني ايه دير بالكم علي ايه حافظ علي اخر قطعة اخر قطعة لا والله ومو جالي رح ينتهي رح ينتهي نادر ايه نادر ايه انت نادر ما حسائي ما قدران اقولها خلدنا شوية حين شيء نسولفه بداخلنا يا أخي شنو الأشياء اللي تميزك والله هو شو راح تقولي طيب والله هو مو مو جواب كلاسيكي والأكبر بس فعلا انا طيب زين شنو الأشياء السلبية لعدك العصبية هاي مشتركة هاي كل العراقيين يمكن الا ما ندر العراقيين ثاني دولة بالعالم عصابهم ايه بس مرات توصل مرحلة هذا البياض يعني من العصبية والله ودي اشرت من هذا الجواب وصراحة من الوراثة وراثة وراثة ايه وراثة ايه وراثة ابو علي من اللي يحتاجونك ابو الأكبر شايف اللي يدرب روحي يحتاجك بس تاخذ العزة بالإثم يعاند يدير وجه وهو يدرب روحي محتاجك يا قلبي خلي يمشون من قرروا هم اللي اختاروا ننتهى ونفترك انخسر ما اخسر هوى ومن نهب يحتاجني المرتاح والمختنق الله ايه خير وحلو يا ايه الدنيا ما توقف ماسئلة ردنا علي ايه هاي الدنيا ما توقف او توقف شي ذيب توقف والله مرات توقف شوال ما توقف والله انا عندي اخي توقف توقف رب توقف توقف الدنيا تصير ولا تتحرك تصير سودة ومتقي الموضوع خلناخذ فاصل ونرجع للدنيا وهي التفصيلة ناخذ فاصل مشاهدين الاكارم فاصل ونعود اليكم مشاهدين الاكارم وصلنا اياكم للبارت الاخير من حلقة هذا اليوم مع الحبيب حسين العبادين هلا والاكبر شرك شيخ بارك خير الله يحبك وصلنا للدنيا توقف لو ما توقف على فقدان شخص معين ايه الصديق الصديق توقف هاي ما توقف هذا مثل نصبر به رواحنا بس هي توقف الله معي اغرب شعور مرات به اغرب شعور هو خلق المشاكل بدون سبب هذا يفقدك حتى الامان وين الشخص تحبه هالمرة الوضع ما يشبه الراحة جيد ما ادري شنو اللي يرضيك وارضيك بعد كل الامان اللي عشته وياك هسه بحضني وامزاع النشك بيك ايه زينب علي هاي من يمتى مربيك هذي الشعور انه انتوا قف في الامراية وين شنيت وين صريت ايه مربيك هذي الشعور انا الصوت يفتح لك مزاجك ولي يداويك اكثر من علاجك انا الصوت يفتح لك مزاجك ولي يداويك اكثر من علاجك شفق بالنفس شنت حتى بمنامك تحشوا اياي هسه انا صرت مصدر ازعاجك ايه هاي الدنيا اكو هيشي يعني حقيقة شنت هيشي ايه فعلا فعلا وين شنت وين صرت في يوم من الايام قلت له قلت له انه انت انت رزق رب العالمين لي ايه انت ومن بعدك الطوافان ايه قلت له هو يعرف يعرف من بين كل البشر وحدك اختاريتك اذيت بيك القلب ودر اختيار غلط بس بعد حبيتك الله ايه الله 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 بعد ما بيها رجعة شونه ربيته واخدهه منك ابو الاكبر انا ما اربي الغيري ما اربي الغيري مو من طبعه حطي ايدي بحلال الغير ولا امن شتلتي بقاع موقاعي عافية خلها بقاعي لا تثمر وقوله صير الخلل لو بي يلو بشات لذراعي ولكن مو يجي موسم حصاد الخير و تطلع مالهم و انا اطلع الراعي انا تعبان عليك و عرقان و كذا اريدان احصد انا احصد ما يجي غيري على الحاضر زين بصراحة حصده و غيرك بصراحة للأسف ايه و نسبة ثقتك صارت صفر مثل ما نوهنا مساء ايه بالآخرين نسبة ثقتك معالي بالآخرين كانت عالية والاكبر و بدت تضمحل هذا ما صارت صفر كلهن علي سوى تحزمن و التمن ضايع و ما مستقر عايش حياتي عبثهو بكل دقي قصفا الله اردحتي و اردشتكي و اردبتي بس المن المن و يا بشر يتأمن يا بشر موضوع ثقة و تقعد بروحك و ياه اللي يفزع محب و يرتب جروحك حسيت روح اردحب بس خاف ما انهب قد ما بروحا طعن صرت تحس محد يحب كل البشر تلعب دهنها وصلت مو جهاري بس حقيقي للأسف حقيقي انت تستاهل اللي اللي جاي تقوله بقى صايدك من خذلان لو انت سويت زين و جا زيت بشين ايه فعلا للأسف للأسف سويت زين و جنت متوهم منطين يقفه بقدمه و جه منطيك و حاتشيلك ترافل ماي من هاي غار الله من تعطش تنت من عيني تشرب شوف و من ترتود قلي ماي عينك حار ايه مجازات الخير ايه تمسكلم و انت تمكن ايه مجازات الخير والعوض بالله ايه العوض بالله كبير طب علي ناخد قصيدة ناخد قصيدة من نشتعل وحدي و انطف الوحدي بعد لظ وجودك يسوى شي عندي ايه انا اريدك و يا ايه من نشتعل وحدي و انطف الوحدي بعد لظ وجودك يسوى شي عندي و لظ الراحة كرهك كل شي ما لي وياك لا حب لا كره ذكر انت و معدي ولكن محترق على الخلصان وياك ايه بالله حنيني و سهر عيني و طيبتي و ودي و لهفتي و واهسي و صبري و شبابي الراحة و كل دمع على مودك شقي قتخدي و استعطاف ربعي الله و وضعي بين الناس الله كل ما قل لي واحد ازمة و اتعدي و كل موقف كل موقف لمن قدام عيني يصير اهنا افرك جفوفي و الندم يدي اهنا اصفا و حس بفشلة المغلوم و يتراوالي عمري قبالي متبدي ما منك غلط امن بقلب الصوت من سلمت روحي الحلمة كل وقت من جيتك ساد عيني و شوفي رايك صار الله من جيتك ساد عيني و شوفي شوفي رايك صار من اخوي تقلي ضدي احلف علي ضدي و وراء كل الجرى ما شفت بسمك فاك و عفتنا اشتعل وحدي و انطف الوحدي سلامتك ها اشكل شمالك وياه خلص لا حب لا كرة خلص ذكره بس سبول اكبر انت بهش قضية اه تعبر بس ما تنسي طبعا طبعا تكابر ايه تعدى هو اكثر 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 شغلة موجه على مكابرها السيارة تتفضف ايه يعفر بالداخل ايه هو يعني انت من الناس اللي اللي يتمسكون لو يختصرون الطريق للشخص اللي يتحجج شايف هذا يتحجج عليك ايه اول اكبر التمسك بشخص يتحجج ومقرر الرحيل مثل ما تخلي صدمة الكهربائية بجثة لا تفيد لا تفيد كنت تدري بعشرتك مو طويلة وياي لذلك من بدايتها ونهيناها ايه والحجة كنت ترايدها حتى تروح ما تعبتك نطيتك يا حب لا والله والله عفية عليك ايه بالقرآن عفية عليك تختصر الوكي تشتري راحتك ايه وضع لي اليوم الشياع الاختيار صاير على الجوهر لو على المظهر للأسف على المظهر هي مو بس هنا المشكلة شوف المشكلة هذا اللي يختارونا على المظهر نعم حتى لو هو قيمة ماكو يحطوه لقيمة ايه يقول يقول اسمع يقول الجيبة بيدسم ازين يبشر بفزعة ناس ايه بالله وعلى ابسط اشياء تشوف فزعوله ايه وما طوله غني يلمع لو انه غراب اوف ولو غنه تشوف الناس صف قوله وهي المشكلة يعرف بروحه غراب بس صدق بروحه من الي طبلوله الله 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 ايه كبروه كبروه نفخوه نطوء كبر من حجمه ايه هو هي المشكلة المشكلة بالحجم طبعا حلو احد من يشوف روحه من يشوف روحه بقدة ايه لا يشوف روحه اقل مما يستحق يندل مكانه ولا اكبر مما يستحق يندل مكانه يرحم والديك يرحم والديك هاي الاشياء بالتالي ما تخليك النون تحقد ولا اكبر من نسبة الي الحقد على قدر المساحة اللي انت منطيها للمقابل يعني ممكن تحقد بس بالغالب لا انا قلبه على الحقد ما عنده باب ودوم للي يجرحنا قول مسامحك عيب الله هينه سالفتت جرح بس العذاب تلقى لي داويك هو تجارحك الله مرات واحد متأملة انت ضام مدوع يجي هو يجرحك وين تروح وين تضطي وجهك يقول هذا بيتيتي يا حبي يقول الي يعتبر يقول الي ينبض ايه كان لك وحدك موته اوف الي يعتبرك دوا لما نجرح الناس هسا تغيرته وصار الوجع انت اوف ايه بالله مفارقة كبيرة ايه يا اخي مشكلة انت هذا اللي اللي متوقع انه انت تبني ويا امل كبير هو تلقال ليهد يطلع وهن ايه يطلع وهن احسين العبادي اليوم اذا انت تريد تكون يعني بعيدا عن الرتوش نعم واسألك على عدة اسئلة نعم جيد جيد النقطة الاساسية اللي تعجبك بالمقابل الشخص مو حبيبه الشخص المقابل كمعاني يعني لا كجوهر اتفقنا احنا نسولف على الجوهر ايه اكيد النظافة نظافة الجوهر الصدق الصدق المصداقية طبعا جيد يا اخي انت حتى لو تكرهني يقلني اكرهك لا تشذب علي و تقول لي احبك راح اسألك اسئلة نعم على المستوى الشخصي لحسين العبادي بعيدا عن الرتوش يعني الاجوبة حقيقية جدا نعم النقطة اللي تقويك النقطة اللي تقويك يمكن المصداقية مصداقية ايه يمت تبكي يمت باي لحظة ضعف ما لك علاقة موجودين الناس و موجودين ابد صدق والله بطل والأكبر البكاء انهيار ايه شعور شعور حقيقي ايه انهيار و اكو بكاء فرح و بكاء حزن و بالنتيجة انهيار مرات انت تنهار من الفرح و لذلك سر هذه دموع الفرح و اكو انهيار حزن و اكو خوف الزكرة تخليك تبتسم لا تعليق تفوضي صدق والله هي موجودة؟ اكيد اكيد تاريخها بالبالي بس بس ما نقول ايه لا تقول الكواليس كلش بالحق زيد نقطة ضعفك نقطة ضعفة بس هنه نقطة ضعفة و عشقهن حال الحسن كله بشفة و اهنه بشفة ايه ما يفرق ابيض أسمر الكل الوان انا تزاودني الاخدوذي الترفي و يتشي قدود كبارة تحبهن كبارة صغار تصوير بان ترفي انا احب الخدود ايه هي من النتيجة انا احب الخدود بالنتيجة ايه الترفي ها أكو قرينة بالموضوع أكو لازمة رح نوصل للختام الحلقة كانت سفرة ممتعة شنو نختم بها قصيدة نختم بقصيدة والأكبر بالبداية ذكرنا على الكتابة بلسان الناس بالبارت الأول زين كيف إذا أنت تجي تكتب بلسان بتجربة فاشلة اللي هي مقرر أنه يريد الزواج جيد وراء هذه التجربة الفاشلة رجعت له فهو إجاني يريد ينتصر حسيت ريدني ينتصر له فكتبت في لسانه إلهي خليت يمي وضوقي طعم الذلة إش يترجى يلقى لينطي ظهر الخلة عن نعمة يتبطر بنادم مرات يدور المذلة والله الحب شرط تتخلى وأسبو عيالك خمسة صابع أخلي أنا من قلت روحي صح روحي وياتش بس الكرامة تفور وقت الذلة وأسبو عيالك خمسة صابع أخلي وعلى الراس ليس فقط بالعيون أتخلى سلامتك أنا بصراحة ليس من الناس الذين يعلقون عليك قصيدة تعرفش هل فلسطة بالحياة بمهيك الموضوع أسوقك على المستوى الشخصي أحس أنه ليس جيد تشفى بالآخرين هو ليس جيد بلأثور أنت رحت بدون سبب نعم بدون ذنب مني بس راجع لي بعد ما جربت غيري أي هو يقول شوف يقول كل الغلط بينا أي هم مشعليهم شوف ليش كل الغلط بينا هم مشعليهم يجرحونه ونرد نشتاق ليديهم ما عدهم حي من طيبنا يخجلون فوق يجروا ونكتبونا ساميهم وطعبنا وياهم يقولون شمسوين وهاليهم وبقدنا ما مداريهم نستاهل بيش الله الله نستاهل بيش اتبعناهم مغمضين نلغي عيوننا نشوف الدرب بيهم يا سلام يا أخي يمر بيهم الشتاء معقولة يبقى الصيف واشلع قلبه ذا قل الله ليغطيهم الله الله احنا عودناهم احنا عودناهم طبعا احنا نستاهل حبيبي هم ما 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 كانوا يتشي ما كانوا يتشي هذا دلالني دلالني دلال بس يعني انا ما ودي ينصدمون يعرفون قيمتني اي انا ما ودي والله ما ودي لان اذا نصدمه هذا يقول يقول ترجع ومكسور خاطر انا جبرك بس ترد مكسور عينك ما اقبلك صح انا اريدك انا جارحك على عين وعلى راسي اعتذر لك واقدم لك الاعتذار اللي يليق بيك بس دير بالك تخطأ ايه انا ما قبل مو؟ طبعا وصلنا الختام الحلقة شكرا اليك كانت ممثل جيد ورائع عن محافظة البصرة اتمنى استعقاء الكلام الله يعزك اخر كلمة الحضرتك وهذه كامرتك للسيد المشاهد اول لحظة شنو راح تقول للانسان اللي ما عرف حسين العبادي بالبداية شنو راح تقوله بالنحية ان شاء الله اليوم راح تعرفه جيد ان شاء الله حلو ولو انا هواي علي انه امثل البصرة البصرة كبيرة ومعطاة بس ان شاء الله اليوم راح يعرفه ونعم من عندك الله سبحانه شكرا للكادر الجميل والسيد المخرج شكرا للمشاهد وشكرا لله اولا واخيرا الحمد الله شكرا لك يا حبيب مشاهدين الاكارم شكرا لكم اخذنا من وقتكم وانتظرونا بحلقات قادمة كان معكم في الاعداد والتقديم اخوكم علي المنصوري في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة